الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرحمة المهداه والنعمة المسداه الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين شاهدين الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي في شهر رمضان المبارك سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر اللهم أكرمنا بليلة القدر ووفقنا لقيام ليلة القدر نسألك يا مولانا أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول وأن ترزقنا جميعا زيارة الرسول وأن لا تحرمنا يا مولانا من رؤية الرسول وأن تكرمنا بجوار الرسول اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك أعتقنا يا مولانا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بصحبة النبي الحبيب المصطفى المختار وآل بيته الكرام الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانك والعطق من نيرانك اللهم اجعل مآلنا إلى جناتك اللهم بلغنا رمضان عاما بعد عام نسألك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا عظيم في هذا الشهر العظيم في هذا الوقت العظيم ببركة قرآنك العظيم وبحرمة نبيك العظيم أن تصب علينا الخير صبا صبا اجعل يا رب بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر البلاد يا أكرم الأكرمين اللهم ادفع عنا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن نتوسل بك إليك يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك نتوسل بك إليك يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ادفع عنا الغلاء والوباء اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إن شاء الله خلاص بندخل في الأسبوع الثالث من شهر رمضان والأيام بتجربين وكله خير وكل أيام ربنا خير المهم إن ربنا يرزقنا الطاعة ويرزقنا القناعة ويرزقنا الخشوع في العبادة ويحشرنا مع الحبيب المصطفى صاحب الشفاعة ويرزقنا الخشوع في العبادة ويرزقنا الخشوع في العبادة